والله شوف الأيام كانت أول أيام سعيدة جميل كان طبعا بالنسبة الحي الصيادين كان فيه سيارات ميودة تنقل الأطفال تنقل الحريم وتنقل الكبار والصغار اللي هو حق خنبش وكثير وحق بن عمر وكانت الحياة حياة كانت جميلة جدا يعني تحص للفرح من هذا من البيت يخري السقل من البيت يخري هذا والناس يعني فيه مرح وينزلوا بعدين كلهم إلى العيقة حتى ياب الأستاذ الشاعر الكبير صالح عبد الرعب قال رافعات الشياذر روحا فيه قيول الديس ملقات عاكر مثل لذباء دقيقات الخصور ضوامر ليت أن يكون معهن فيه سمر حيث يضوين لأنهن لما يخري هادم مسد من عند البيت حق المفلحي يمشن في العيقة هاكي تحص للناس هادي طالعين على العقبة فيه عقبة فوق طالع على حق الديس فيه عقبة تحص للناس والشعب هادي ويتحولون كل ملاء المنتدى في الديس هناك وبعدين طبعا الرقصات الميودة في القصر كانت الأندية الرياضية كانت تشترك في حفلات القصر في العياد نعم يعني نادي الشباب نادي الكوكوب نادي الاتحاد نادي كان فيه جر الحبل كان فيه خبة هادي فيه كان رمي القنبلة هادي القصر أيوا بالضبط يعني فكانت الحياة جميلة وكانوا الناس يرسون على الأبواب حق القصر وكانت الموسيقى هادي الجميلة في القصر وكانت يعني بالنسبة للأستاذ عبد القادر يقدم أغاني يطاب السمر قلداني يا بنزيدو يقدم أغاني وكان الناس يعني في أفراح